قولي ضمير العالم الحر بيتعامل ازاي؟ والله بجد نفسي اعرف المسطرة اللي مسكها ضمير العالم او المسطرة اللي مسكها الاوروبيين دايما طب بلاش المسطرة؟ وحشة؟ طب الميزان اللي مسكوا الاوروبيين يعني ميزان حق الانسان هو حق الانسان اول ما يجي نحيات فلسطين بيختل حق الانسان اول ما يجي نحياتنا يختل لكن حق الانسان على الهوى في اوروب نفس القصة بالنسبة في أمريكا يعني ما تختلفش كتير أو ما تختلفش خالص المصطرة إيه؟ ما تقولولنا كده يا جماعة أنتوا بتقيسوا بالإيه؟ يعني بنقيس الزقل حسن هم بيمسقوا المصطرة بس بيقيسوا بالكيلو ويمسك الميزان ويقيس بالسانطي المعايير مختلة في حاجة مش صحة هل هي حاجة مش صحة عن عدم فهم ولا عن تعمد؟ لا هو عن تعمد الهوس والخوف والرعب نحن لا نريد أن ندان بمعادات السامية ابعد يا جدع قلهم أن العرب هم اللي وحشين طول الوقت طول الوقت عارف ليه؟ عشان الجنب الآخر للأسف الشديد أفلحا ونجحا في أنه يزيف الحقيقة ويصدر نفسه طول الوقت باعتباره أنه ضحية مسكين مغلوب على أمره وإحنا للأسف ما نجحناش في أن إحنا نعرض صورة حقيقية عن اللي بيحصل واللي بيحصل لنا دا وليد النهاردة الأسبوع اللي فات طب السنة اللي فاتت طب من عشر سنين يا رجل أنا عندي تمانية واربعين سنة وتمان تشعر أول الله العظيم أبويا الله يرحمه لو كان لسه عايش يبع عنده تمانية وتمانين سنة أبويا تولد في ظل أن هناك كارفة تحدث أبويا كابوين سنة 35 العصابات السهينة اللي كنت بقولك عليه أراجون ويشتيرن يفعلون الأفاعيل من العقد الأول لقرن العشرين أمي تولدت في النصف آخر الأربعينات برضو أنا تولدت 35 برضو يجي بقى معرض فرانكفورت ما برضو إيه إحنا مش عاوزين حد يقول لنا معدد السماء مش عاوزين حد يقول لنا إحنا بدأت طهد لأهو دا عندنا تريق صعب جدا أرجوكو طب إيه السهل؟ إيه الحطة الميلة يعني؟ يلا أخبط في الفلسطينيين يا سي أخبط في العرب بشكل عام فيعلن معرض فرانكفورت ما شاء الله 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 اسم الله عليه عن دعمه للإحتلال دعمه الإسرائيل ويدين ما وصفه هو بيقول تخيل بقى معرض مفترض أنه فيه المثقفين والمفكرين والكتاب والأدباء فيدينه العرب ويقول لك دي هجمات إرهابية ضد إسرائيل وشعبه ويأكد الهجمات جاية ضد المبادئ الإنسانية اللي بينادي بيها معرض فرانكفورت طب يا معرض فرانكفورت بما بادئكم الإنسانية يا جماعة ما فيش حاجة طب بتحط لنا صورة الدرة فاكرين الدرة تعزمان قولوا لنا كده يا تارا هو أنت أدنتوا إسرائيل وقتها أو إيمان حجه أدنتوا إسرائيل وقتها أدنتوا المدابح اللي عملها أريال شارون مثلا يعني ما حصلش ولا هيحصل يمكن في زمن تاني يمكن في كون تاني في بعد آخر في كون موازي مش هيحصل الحقيقة إنه ردود الأفعال كانت من ناحيتنا الحقيقة يعني من الهيئات والمنظمات العربية الحقيقة رائعة يعني اتحاد النشرين المصريين الحقيقة موقفه محترم يعلن تضامنه الكامل والواضح مع الشعب الفلسطيني ويرفض موقف إدارة معرض فرانكفورت يطالب بإدانة كل الناشرين اللي مشاركين في هذا المعرض موقف محترم وموقف قوي هيئة الشرقة للكتاب لها أيضا موقف مشرف جدا طبعا لا أستطيع أن أقول أن أنا شاهدتي غير مجروحة في الدكتور سلطان القسمي لأن أنا دكتور سلطان القسمي ده رجل يعني بالنسبة لي أب حقيقي يعني وراجل أحبه وأحترمه وعلاقتي بيه يعني فعلا علاقة شخصية جدا فباعتباره أنه رجل عروبي ورجل يحب مصر ورجل يحب فكرة الضمير الإنساني وطالما دفع عنها في عشرات من مؤلفات ومش بيقولك بس كحاكم للشرق حتى في مؤلفاته فتجد هنا اتحاد النشرين المصريين تجد هنا موقف هيئة الكتاب في الشرق دي مواقف محترمة أنا أنتظر أن أنا أشوف بقية المواقف متاعة كل المؤسسات ومؤسسات النشرة والتحادات النشرة العربية تقف مثل هذه المواقف قفوا معا يرحمكم الله